السلام عليكم والله من جدي متابع قناة بغداد الجديدة ليشرح في هذا الفيديو كيف نقوم بعمل إضافة نوت في البانير تري وكذلك سيرتش على النوت معينة وبناء البانير تري لأن الحفدة أبدأ بالعمل سوف أكون باكج جديدة من فصلة اسميها إيش كوم دوت غراف ليش كوم دوت غراف؟ لأنه أدى أضع في داخلها كل الملفات الخاصة بالغراف اللي سوف نشرحها لاحقا إذن كبانير تري إيش تتوقع البانير تري لما تتعمل معها إذا ما تتذكر سوف أوضح لك شكلها البانير تري تكون بهذا الشكل single node وهذه النود متكونة من ثلاث أجزاء متكونة من value الخاصة بها ومتكونة left والright left متصلة بنود والright متصلة بنود نود أخرى أقصد بهذا الشكل يعني هذه متصلة بهذه pointer وهذا هو عبارة عن pointer لنود أخرى إذن اللي إذا أوضح لك يا أنا كل نود متكونة إلى ثلاث أجزاء left pointer value right pointer إذن حتى أبدأ بالعمل دعني أكون لي نود الخاصة بالتري فأقولها إيش من هنا أسميها نود اللي يتخص التري وأعمل إنشاء للكونستركتر إيش تتوقع النود التري اللي عندي بها أول شي عندي أنتجر value القيمة الموجدة في داخلها وعندي فتبوينتر يؤشر للleft وعندي فتبوينتر آخر يؤشر للright بهذا الشكل هذه الثلاث أمور أحتاج أن أعمل لها initialize كما تعلم أنه ما يفضل أن تعمل لها أنتجر لأنه أنت ممكن لاحقا تغير الdataty فالأفضل أن تعمل لها generic لكن الآن للسهولة سوف أستخدم أنتجر حتى يكون سهل الفهم بالنسبة لك إذن عندي ثلاث أمور ثلاث أمور أنتجر نساء شرع أنتجر كما تعلم أن نعم For نفهم كيف عملنا لو انتفقنا انه هي هذي single node فالvalue هي يقصد بها هذا المتغير والleft node يقصد بها انه هذي اللي هي نوعها من نود tree node يعني نوعها من هذا النوع لو تراها من نفس نوع الكلاس يعني عبارة عن نود كلها بحد ذاتها الright هي ايضا عبارة عن pointer بمثل هذا الright pointer وايضا هو عبارة عن نود من ال tree وهو من نوع من الكلاس وعملنا اني شرائز لهم لثلاثتهم افضل الان دحنا نبدأ بعمل بعمل binary tree فحتى ابدأ بنعمل binary tree اكوني كلاس جديد اسمي binary tree او bt وايضا فيها constructor او تقدر حتى اسهل تسميها binary tree حتى تكون اوضح لك اذا كان bt غير مفيد لك اذا ايش تتوقع في binary tree اول شي اتفقنا انه binary tree ادهفة root node ما تتغير ابدا هي المركز اللي هي مركز البحث مركز العمل مركز الحركة انه عندك دائما بانتري يعطونك في العمل خاص بك فقدوا الroot ويقولك اصل لشيء الفلاني ضيف الشيء الفلاني ذاك دعنا نقول انه عندنا فى النود اسمها root وهاذي النود نعمل لها ونعمل لها create عندما يتم انشاء الشجرة يعني اول ما يتمون انشاء الشجرة اقوم بانشاء النود والروت الخاصة بيه ليش لانه هاي مركز كل شي عندي فلنبدأ بالعمل جزء جزء ايش تتوقع الجزء الاول الجزء الاول ان تضيف نود فنقول له اوكي public void اضافة نود اسموها add اوكي تقدر تسميها add node اذا تريد فهاذي النود ايش راح نضيف اكيد راح نضيف نود جديدة فتسميها tree node هي عبارة عن new node النود الجديدة اللي انا اضيفها وايضا هاذي ايش تستقبل تستقبل المركز البحث اللي هي الروت يقصدون بها تستقبلها هاذي اوكي تستقبل الروت ليش تستقبل الروت ليش ما استخدمتها من انترنالي لانه هاي تحتاج ان تعمل explore فتقدر تعطيها اسم root explore حتى تكون اوضح لك انه بمعنى انه هاي هذي صحيح الروت لكنها ستتغير عندما اعمل explore فكيف تعمل انت تضيف نود في binary tree نفرض انت تريد ان تضيف رقم خمسة كيف تضيفها تتحقق انه هل هو اكبر اما صغر من النود الروت اذا اكبر تضيفه في الجانب الايمن واذا اصغر تضيفه في الجانب الايسر هذي شي اتفقنا عليها في binary tree واذا ما تذكرا بها او ذكرك انا قلنا عملنا draw رقم ايش ثلاثاني نفرض فاتيد انت تضيف add المن add للسبعة ايش رح يعمل رح يجي يقولك هل السبعة اكبر اما صغر سبعة اكبر فرح ايش يسوي رح ياخذ هذي النود يتصلها بالنود الجديدة اللي هي سبعة اللي بيها سبعة اذا قلت اذا اد اثنية انقلت رح يقولك هل هي اكبر اما صغر لا اصغر فرح ياخذ هذا الرفت بوينتر ويربطه بالنود الجديدة اللي اسمها seven او two اوكي هذي الفكرة بالموضوع اذا وضحت العملية الان اشي فعلا كيف اضيف النود اوكي انا عندي النود الجديدة فاقوله اذا كانت النود الجديدة اللي هي نيونو الفاريو الخاصة بها اكبر من الروت او النود اللي اعمل بها اكسبلور مش شرط ان تكون النود الاصلية اذا كانت اكبر من عدها اوكي الان انا اوكي اتحقق هل انه قيمة خاصة باكبر من الروت اذا اكبر وكان الروت اف في داخل اذا كان الروت .left او .right المؤشر الموجود في الright هو يساوي انه يساوي انه نال يعني خلص هي هذي اخر نود في الشجارة معناته النيونود راح تتصل بالروت يعني راح تاخذلك هذا .right راح المن يؤشر يؤشر للنود الجديدة اللي هي نيونود بمعنى خلاص اضيف ليها في ذلك المكان انه هذا خلاص انه هذي المكان اللي راح اضيف بها النود بخلافه بمعنى لا هناك عملية هناك استدعاء للاد نود مرة اخرى راسلا معي النود الجديدة وراسلا معي ايش الright الخاصة بهذه الروت اكسبلور ليش هذي الفكرة اوضح لك ياها الان لو اتفقد انت عندك هذي النود اوكي فهذه النود نفرض بها ثلاثة انت تريد تضيف اربعة فاربعة هي اكبر راح يذهب من هذا الجانب يقول لك هاي نال ما يجد اي نود اخرى فيضيف لك النود الجديدة اربعة هنا اوكي لكن هذا مو شرط يعني مو شرط انه راح يضيف لك النود مباشرة هنا ممكن بكل بساطة انه كانت النود بهذا الشكل اوكي ممكن تكون اساسا هناك نود اخرى متصلة هنا اللي هي ايش مثال كانت هذه متصلة بهذه هاي كانت اثنيا هاي كانت ثلاثة وانا ايد اضيف اربعة فراح يجي هل هي اكبر نعم راح يجي بهذا الجانب هل هي اكبر هنا يجد احمل هاي تستدعي النود مرة اخرى الان اتحتاج انه تزادعيها مرة اخرى الان هذا السبب انه اذا كانت مو نال يعود مرة اخرى هذا بالنسبة لي اذا كانت ال الرايتنج اذا كانت اكبر اما اذا كان يعمل اكسبلور فى الجانب الخاص بالتري اذا كانت النود لا اصغر من هذه النود اللي انت تبحزش عليها وكانت يساويننا نال الا عاملية معاكسة وبخلافه عود لي بالليفت ويستمر فبالنهاية إذا نجح يضيف وإذا ما نجح ما يضيف وخلص إنه أول تالي إنه يجب إنه في بعض الحال ممكن ما يقدر يضيفه إذا كانت أي مشكلة ومفروض ما يكون سبب يبرر إنه ما يقدر يضيفه لكن نجعل سبب للتوقف حتى لا يعمل عندنا أي error ونقول إذا كان الroot يساوينا يساوينا null يعني ما يكون مزيد من البحث return هذا بالنسبة للadd node ما هذا رأيك بالsearching أنت تبحث عن node معينة كيف تبحث؟ تقريبا نفس العاد هايس هذا صحيح؟ إذا فدعني آخر لك طبعا هايش؟ هل هي صحيح؟ هاي الكود كامل فقد يعني أتأكد إنه فعلا الكود كامل بهذا الشكل أكيد كالعادة طبعا always هناك أنا غص هاي هي الكود الخاص بالعاد لنش نوضح لك الكود الخاص بالsearch فعلا يعني أخذها نفسها إيش هاي؟ أنا أبحث عن search أوكي؟ searching ما راح أبحث عن node راح أبحث عن value فنفرض أنتجر value أنا أبحث عن value أوكي؟ فأوكي إذا كانت النوت النهائية هي صفر فماكو مزيد من البحث إذا كانت الـ value الجديد أو الـ value الخاصة بين اللي نبحث عنها أكبر من value الروت إيش معناتها؟ معنات أعود مره أخرى واستدعي ليها بالright وإذا كانت الـ value движ أصغر من النود الجديدة معنات عد مرة أخرى واستدعي ليها بال کي؟ طبعا یہا に هاي موte متقارizada المفروض تكون search عد مرة أخرى أبحث واستدعي ليها بال تعود مره اخرى ابحث وسط عليها بالليفت ويستمر الى ان يلقاها فهنا نجي هنا يتحقق اذا كان ايش الروتكسبلور اللي جاي يبحث بيها .value يساوي انه يساوي انه الvalue مالتنا اللي هي هاي الvalue نبحث عنها بمعنى خلاصه وجدها النود فانا اقول لها SYSO نود او value is found value is found اوكي وجدنا الvalue اذا هنا بخلافة هذا اذا اذا ما قدر يجده يقول لك value cannot فاون اتكد نضيف للتوضيح هنا فقط للتوضيح كيف حل المشكلة اذا هاي اكسبلور اللي تري مجرد اخذ الفالت بحث عنها واخذ الروت وامشي اسير اذا كانت الروت هو ناضع يعني خلاص بحثت الكل موجه كل شي اذا لا اذا الvalue هي نفس الvalue انت تريده خلاص يقول لك value is found ومفروض يبعد لك بعض هاي امل لك خلصنا اوكي وليقى الvalue اذا كانت الvalue اكبر من الاكسبلور بمعنى هي موجودة في الجانب الايمن فياخذ لك الvalue ورسلك الجانب الايمن للتري كل عن ودي ذهب يبحث بي اذا هي بالاصغر معنى هي موجودة في الجانب الايسر للتري ويذهب لك يبحث لك عنه قد تكون اعملية موارحة لك تعني وضحك يا بهذا الشكل لك انه هذه النود هذه النود هذه النود هذه النود هذه هذه فتخيل انه انت تبحث عن رقم ثمانية وهنا عندك سبعة ونفرض هنا ستة او خمسة هنا وهنا تسعة وهنا ثمانية وهنا عشرة اوكي وهنا واحد وهنا اربعة فانت انت تبحث عن رقم ثمانية فراح يجي اول شي عن الroot نود اللي هي اساسا النود الاصلي هل هي هذه النود المطلوبة هل هي هذه النود لا رح يشعى ما رح يستدعي لك الـ write هيا الفالو ايش موجودة اكبر الفالو انطلبها اكبر احنا الفالو الخاصة بينها ثمانية والروت نود هي ساعة بمعنى استدعي للرات بمعنى عود لهذه النود بمعنى اكعمل اكسبلور لهذه النود واكي ثم يعود باقي هنا مرة أخرى من هنا فيأخذ لك ثمانية فهل فهل نفسه يريدها لا هل الفاليو اللي أنا أطلبها أكبر أم أصغر هل هي أكبر الثمانية لا مو أكبر رح يجي هنا هل هي الفاليو أصغر نعم رح يستدعي للإكسبلور المن للليفت اللي يقصد بها هو هذي يعود للفاليو الليفت ثماني هل هي ثمانية نار لا هل هي الفاليو اللي أنا دور عليها نعم يعطي لك إياها هذا العبارة عن إكسبلور للتري إذن هذا خلص أمنت الآد وشرحنا كيف نعمل search لنعمل implementation يعني هذي البانير تري ديمو فعندما نقل كليك رايت وأقول لها great new class وأسمي بانير تري ديمو على أساس أنه هي هذي يعمل demonstration ماحتاج constructor فأحتاج فقط أحتاج main method ففي المين method إيش أعمل أعمل instance من البانير تري فأقول لها ok بانير تري bt equal new instance من البانير تري نحن نعلم هالبانير تري تحتاج أن ترسلها النود أو الروت نود فالروت نود كيف تعرفها؟ فيها عدد طرق تعرفها بما هي نودة 3 نود فتحتاج أن تعرف 3 نود اسميها روت تكن تريد سüyor جديد هذه الطريقة يصاوي من تري من من؟ نودة 0 من هذه الأشياء في我覺得 اللي أنا أريدها أرسل لها ثلاثة أمور Über زي تري ومعندي ايشي بالليفت ومعندي ايشي في الرايت كإنيشيلايز فأعمل إنيشيلايز لهذه التري وخلص ها عملت البانيات الى إنيشيلايز الآن تيتضيف بكل بساطة بيتي دوت آد نود يقول لك من هي الروت أو من هي النود الجديدة تقدر تاخد هذه النود تقل سمي عسي مثال نيو نود بهذا الشكل نيو نود هذه النود إذا أضيفها وتكون عسي مثال هذه التسعة أوكي وأرسل لها من أرسل لها الروت الروت موجود أساسا بالبانيار تري يعني يقدر أقول لها بانيار تري دوت روت أرسل لي الروت معها ودي عمل لها آد فممكن تعيد هاي العملية بالنسبة السبعة ممكن تضيف قلنا الشجرة كنا نظفنا بيها تسعة قلنا ثمانية قلنا نود ثمانية طبعا هذي خلص سميها تسعة أنا متكون واضحها فقط ممكن تعمل فورلوب في الآدنج أي شيء تتعمل وخلاص وخلاص لو جيت إن أنا شوف إنه هاي الطريقة مصحيحة إضافة نود بهذا السلوب دعني أستخدم فورلوب حتى أضيفه أنتجار آي يساوي إنه نفرض إنه واحد ثم آي أصغر من عشرة ثم آي بلاس بلاس يعني عشر نودات أضيفة لدانا وأفتح قوس بهذا الشكل وأخلقها من هنا كأنما أضيف نود جديدة ما أسميها نود ناين نود أضيف نود بالتري تمثل الآي يعني مجموعة نودات بأرقام معينة من واحد إلى عشرة أضيف لك إيهم في النود في التري الآن بعد أن أضفت النود بالتري المفروض ذاع مران يضيف ليهم بدون أي مشاكل لا يمكن أن تبحث عن نود معينة أي نود أبحث عنها أبحث عن خمسة مفروض خمسة موجودة بالتري فكلي راح أعمل أقول لي بانتري دوت إيش سيرتش راح يطلب عني شغلتين ما هي القيمة التي تبحث عنها أقول لي أن أبحث عن رقم خمسة هنا يطلب من عندني الروت أقول لي بيتي دوت روت لأننا هنا نعلم عندما نعمل بحث في شجرة نحتاج الروت وغلا بحث لي عن رقم خمسة فاوند تفعلن خمسة هي موجودة في الشجرة في حين لو جد قتلها سبعة عشر المفروض ما يلقاها السبعة عشر لماذا؟ فاليو كان نوت بي فوند لأنه أنا في هذه الشجرة الروت الخاصة بي سبعة وعندي مجموعة قيم بين الواحد والعاشرة أوكي هاليد أوضح لك في هذا الدرس أشرح لك كيف تعمل الشابانيتري كيف تضيف قيم في داخلها وكيف تبحث عن قيم بالنسبة للدليت هذا الواجب عليك لأنه يتعث هذا أجزاء كما وتتعلم حتى لو كنا هالدرج شكرا لك وفي أمان الله شكرا لك